مرًا وبحرًا وجوًا عملية طوفان الأقصى تغرق مستوطنات غلاف غزة الرشقات الصاروخية لا تتوقف عمليات إنزال خلف الخطوط قتلى وجرحى منثورون في الشوارع وعشرات الأسرع قائد كتائب القسام محمد الضيف لخص خلال رسالة صوتية مقتضبة أهداف العملية العسكرية يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربت فيه دون محاسب فإننا نعلن بدء عملي الطوفان الأقصى بشكل غير مسبوك أظهرت كتائب القسام بنية عسكرية لجيش متكامل وليس فقط مجموعة من الفرق تخوض حرب عصابات كر وفر بإمكانيات متواضعة عناصر المقاومة الفلسطينية أذخنوا في قوات الاحتلال في دقائق العملية الأولى بعدما اشتاحوا نحو عشر مستوطنات في عمليات التسلل والاقتحام في مقدمتها عمليات إنزال بطائرات شرائية في أول عشرين دقيقة من العملية أطلقت المقاومة نحو خمسة آلاف صاروخ وقذيفة صفارات الإنذار لم تتوقف في مناطق متعددة من الأراضي المحتلة الصواريخ بعيدة المدى والمتوسطة كانت حاضرة بقوة بشكل مركز قل ما أخطأت هدفها وبعد الطائرات الشرائية المفاجآة الفلسطينية لم تتوقف المنصات الرسمية للمقاومة نشرت مقاطع مصورة لاستهداف دبابات المركابة المطورة حديثا باستخدام قذائف أطلقت من طائرات عمودية لم تستثني الطائرات العمودية المركبات العسكرية من الاستهداف لتتجاوزها إلى تعطيل أدوات خط الدفاع الأول للجيش الإسرائيلي وإبطال مفعول أدوات التصدي